اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان عندي راهبة من الموضوع ولكن زال حبي ليهم وكنت عايز اقرب منهم واستكشفهم لحد ما ابتديت ان انا اقرب من الموضوع واحدة واحدة ابتديت اتعرف على ناس من ربية كلاب كان اول كابتن اتعرفت عليه كان اسمه كابتن احمد كبرى كنت عرفت ان هو رايح يدرب عند حد جارنا وروحت قعدت معاه وكنت موهوم بقى بطريقة كلامه اسلوبه عن الموضوع وبيكلم في الموضوع بشكل علمي وبيتكلم عن موضوع بدراسة فكنت حابب الموضوع جدا لحد ما واحدة واحدة كده حصل لي ان انا اعتمد على نفسي في سنوي ان انا بتيجي اشتغل كنت في الاول كنت شغل في حاجة اسمها نتورك ماركتينج فابتديت اكتسبت خبرة في طريق الكلام والتسويق وكده واحدة واحدة ابتديت ان انا اتعرف على ناس ماشية بكلاب ابتدي ان انا اعملت كارت ليه صوير كده علي اسمي وان انا بضرب وكده ابتديت ان انا استخدم الماركتينج يا انت تريدت تقول انك مدرب من قبل ما تضرب اي كلب انا انا كنت اول واحد خالص قعدت معا كنت كان بيتكلم جنبي في كافية على ان هو طلع لا ان فيه حاجة مسروقة منه والكلب قاعد ما بيعملش اي حاجة فان قلتوله ان انا مدرب وانا مش مدرب يعني كان عندي خبرة خفيفة قوي فابتديت اشتغل الموضوع لدرجة ان انا بدأ السشم بخمستاشر جنيه يعني كنت بكلمه في عشرين جنيه و هو فاصل معا و وصلت الموضوع لخمستاشر جنيه و بعد كده انا كان مسالة كم؟ مثلا قولي من عشر سنين مثلا يعني حوالي 2013 2015 مثلا في الحدد دي كده مثلا فابتديت الموضوع من بشكل بسيط قوي كان بداية اعتماد على نفسي و اشتغلت وكان اول كلب اشتغلت وكان اسمه بحر وطلع معايش وقل رهيب و بعد كده ابتدي كلبي يجيب كلب ابتدا يعني اشتغل مع الكلب ده فصاحبه يبدي ربدي و انت عادت اول سيشن اللي انت اصلا مش عارف فيها حاجة انت بس كنت تسامع شوية كلام بيدربه ازاني و شوفت شوفت كابتن احمد اخدت منه شوية سنس في موضوع الشغل كنت باشتغل حراسة بس اللي هو اروح لكلب ما بيدفعش عن نفسه ما بيدفعش عن مكانه وابتدي ان انا اعرفه ازاي تدفع عن نفسك وتتعرض ان اول مرة عادت انت والكلب كده علشان انت جاي تدربه انت كان عندك معلومات ودراسة ولا كنت جاي كده شوالله رب بنا هيوفقنا المفروض كنت اخد شوية معلومات بس لو كانت توفيه من عند ربنا في البداية بعد كده بتده الموضوع يكبر معي واحدة واحدة ما قلقتش لا في جاي علي وقت قلقت اه اصلا ممكن الكلب ما يستجبش معاك وتتعضي شغل الحراسة ما بيكونش زي شغل الابيدينس او شغل البيهيفيور ان انا بيحتكب الكلب بشكل مباشر انا ببقى حاجة اسمها دي كوي اللي هو المهاجم فانا ببقى عنصر بيظهر للكلب بشكل بيضايقه وبيحاول ان هو يدفع عن المكان الشطارة في الموضوع طب ممكن نشرحهم لنا يعني فصار لي ده وده الواحد طيب الابيدينس او الطويلت او البيهيفيور هم تلات حاجات بتعامل فيهم مع الكلب بشكل مباشر ببتدي ان انا حاول اقرب منه وخلي الكلب يحبني ويسمع كلامي ويسمع يعني يطيع عامري في الحتة دي البروتكشن انا ببتدي ان انا بكون للكلب عنصر زي فريسة ببتدي ان انا بخليه ترجيتني بدايقه وبيبتدي ان انا بعرفه ان انا بحاول ان انا اقطحم مكانك بس يكون بشكل علمي ما خشش اضرب الكلب ما خشش ارفع عليه سلاح او ارفع عليه كرسي او ارفع عليه حاجة من غير ما يكون الكلب في البداية بشغل العناصر الاساسية اللي هي مثلا غرست الحراسة ان الكلب يبتدي ان هو يحس ان فيه تهديد المكان ان انا بتدي احفر برجلي في الارض بقى اتعامل معاه بشكل الاسلوب اللي هو بيتعامل بيه مع الكلب التانية ان هو يحاول يفرض سيطارها بعد كده ابتدي ان انا اعمل اصوات ابتدي ان اظهر واختفي او لو ما هو هو اجري منه ابتدي حسسه ان انت مخوفني وان انت مسبب لي تهديد واحدة واحدة ابتدي ان انا اجري من قدامه واشغل غرست الصيد ففي مرة من المرات مثلا وهو وانا معدي بكون مطول عن متى مثلا زيفوطة او حاجة اسمها ضج حاجة الاداة للعبد ان الكلب يعد فيها واولا ما يمسك فيها بقى في الارض وابتدي ان انا احسسه ان انا موجوع وده مأثر علي ده بالنسبة للحراسة وبالنسبة للبهيفيور في منه حاجات كتيرة ممكن كلبي يكون بيخاف ممكن كلبي يكون اجريسيف زي ما احنا مثلا هنشوف في فيديو كلب نفسه هو اللي بيخاف كلبي بيخاف نفسه بيكون كلاب عندها مشاكل صلوكية حصل له صدمة خبط حصل له مشكلة ممكن كلبي يكون اجريسيف زي مثلا الكلاب الجرمن في كلب الجرمن كده كت برضو بشغله وكانت عمره كبير وهاجم على كذا حاد فعنده ان هو بيعرف يعضو بيبتدي ان هو يعرف يهدد فببتدي واحدة واحدة احاول واحدة اوصله وبعد ما اوصلله اكون طبعا اقمن نفسي ان الكلبي يكون لابس مسك احاول ان اقرب منو اطبطب عليه واحدة واحدة لحد ما ابتدي ان انا اعرف اسيطر عليه وبعد كده ابتدي اتديروا الورز وبعد كده ابتدي ان انا اعلم صاحب الكلب ازاي تتعامل معي لان لو اما علمت الصاحب الكلب عمر ما الكلب هيتعدل سلوكه طيب ايه اكتر المشاكل اللي بتقابلها فشوغلك اكتر مشاكل اللي بتقابلها فشوغلي حاليا حاجة مكادش موجودة قبل كده بسبب ان احنا بقنا بالربي موضة ان الكلاب بقت بتهجم على صحابها وده ما كانش معتاد عليه يعني بقى بيجيلي مثلا بيجيلي حالات ممكن تتوصل فوق ال 250 حالة كلاب عضة صحابها وعضات بلغة يعني عضات اك انه مسك حرامي اك انه اشتبك مع حد ما يعرفوش وده نتج للدلع وان انا ابتديت ان انا مش فاهم يعني ايه برابي انا باجيب كلب بالوين بالكيلو اللي هو انا عجبني شكله حلو هاتو شكله حلو هاتو فهو بيجيبه وعندكش لون تاني كده اه فعلا الموضوع بتده يتخد بشكل اللي هو ايه ده حلو صغير ويبقى اتدلع بقى اتدلع عمال على بطال بقى انا بندلع بشكل عشوائي بنطلع الكلب على الاساسيات بتاعت البيت بنيبتدي نلدي للكلب حاجات ممتلكاتنا تيشيرت قديم شراب جزمة فلما ييجي بياخد بقى حاجة مثلا لسه جايبها متلمهوش يعني او اصلاه مش مقراش ان دي لسه جايب التكت يعني هو طالما لعبتيه بحاجة قديمة فخلاص هو كلب بتادي يتصرف بهذا السلوك ضفة ام بقى ان مثلا ان الكلب زام وهو صغير على حاجة ناسيبه وتو صغير فلا هو مش صغير وما ينفعش يعمل كده معاك انت المالك بتاعه فبتادي تدرجيا ان الكلب يبقى حاطط الهرم بتاعه ان هو هو المتحكم والباقي كله هو شغالين عنده في البيت مش 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 صحابه بينقالها في حتة تانية ومشكلة التويلت التويلت الموضوع ده يعني مثلا ما يجيلي عميل لاقي بيكلمني بيقول لي كلب عنده كم سنة ثلاث سنين ثلاث سنين كلب بيعمل التويلت في حياتك ثلاث سنين كلب بيبهدل البيت وانت جاي تدربه دلوقتي فموضوع بيكون اخد لا هو بيتدرب القصة في ان الكلاب عمتن كائنات روتينية فما بيتعامل معاك بيبتدي اني يقايمي غير ما بيقايمني غير ما بيقايم افراد الاسرة واحد واحد بيختلف تعامله مع كل واحد فلو انا ما غيرتش صاحبه وصاحبه تغير فالكلب بيبوز خلاصي بما انك قلت بقى لازم اغير صاحبه هو اصلا اي حد يقدر يربي كلاب ولا فيه صفات معينة مش هينفع بقى اصلا هموضة زي ما انت قلت فكله هيجيب كلب لا اعتقد ان فيه صفات معينة اربي او اربيش طيب انا باعرف الصفات دي منين فيه حاجة اسمه اختبار كامبل واختبار فولهارد او تست بابي فولهارد او تست بابي كامبل الاختبارات دي بتتعامل من سين 45 يوم لشهرين ونص ثلاث شهور دي للكلب للكلب وهو صغير وانا باشتري طب والانسان انا كده كده كشخص كبنيادة انا بنيادة مواقل اذا كان اعرف اذا كان اعرف اطبق السليب دي ولا لا وابتدي ان انا ايجاره لشخصيته هتنفعني لان الاختبار ده اختبارات شخصية لان زي ما احنا فيه العصبي وفي اللي بيقلق وفي اللي بيتوتر وفي اللي بيخاف فانا لو اعرف نفسي ان انا هادي مروحش اجيب كلب مهايبر مروحش اجيب كلب بيجري وبيعضعد من هو صغير وبيمسك وبيشد وبيوقف علي هو كلب مهايبر فانت مش هيبقى مناسب لشخصيتك وده اللي بيحصل في الكلاب السلوكيات يجيب كلب حراسة مكان كلب عنده ان هو بيحمي مكانه بيحمي اغراضه بيحمي اكله فهو اصلا بيجي نادي في البيت مثلا بتاع يحمد هو صوته هادئ فلا هو لا انت لازم تكون بتتعامل مع الكلب ده ليه وقت ليه طايم ليه ترتيب ما ينفعش ان انت تبتدي ان انت تجيب الكلب بشكل عشوائي وبعد كده تتعامل معاه بالشكل الهادي ده فالكلب هيبتدي يحس ان انت هو طيب طيب ماشي قولي اللي انت عايزه انا هعمل لانا عايزه برضه وده بيحصل ده بيحصل كتير جدا طب ايه اللي خليك بقى تقرر ان انت تقول كل الكلام ده والمعلومات بتاعتك وتقلبه بقى لمحتوى على السوشال ميديا المحتوى على السوشال ميديا اولا انا دخلت السوشال ميديا صدفة يعني انا دخلت السوشال ميديا كنت ماسيك ماركز تدريب كبير يعني بغض النظر انا نذكر اسماء وكان في الوقت ده يعني حسيت ان انا من الاخر اديت المكان اكبر من وقته وفي الاخر انا طلعت في الاعلان جاي من كادرات مش جاي يعني وشي مش جاي جاي مني من ظهر جاي منوية الافاية طب 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 انا اللي عملت الشغل ده كله فسبت الوقت ده وكان فيه استوري لأستاذ ايمة مصطفى هو صاحب ارنامج حياة كريمة يعني بصيت على الاستوري عنده كده قلت اوستحل يرد علي يا رجل عند 2-3 مليون يعني فبعت له ميسج قلت له الكلب كان عامل مشكلة وكان يصوره استوري وهو بيجري في المكان فقلت له انا ممكن احيلي لك المشكلة وما كانت متوقع انه ممكن يرد علي وانا اصلا مسكندرية فهو انه دخلت له يرد علي متأخر طب يلا ممكن نبدا امتا قلت له انا اسمي فلان فلاني ومعايا اشهادة من حاجة اسمي دي تي اي 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 اكاديمي كنت خدت بقى اشهادة وابتدت ان انا اتوسع في الموضوع وافهم الموضوع بمعكبات واسمع منهم من فيه ناس كتيرة طبعا ليها فضل علي زي كابتن احمد كبرى كابتن كريم صبري كابتن عمر عجامستة كابتن كريم التركي ناس دي كلها كنت ببتدي ان انا بلم من كل واحد معلومة لحد ما انا ببتدي ان انا ابقى ملم بالموضوع واعرف واقرى عشان انا بلم الدنيا بالموضوع المهم ان اراد ربنا وانا روحت له وصورني ستوري ونزلها عنده بدون انطلب منه يعني انا مطلبتش منه حاجة من دي لان ده بيبقى شغله وبأقلاناته الكلام ده وهو طبعا لي فضل عليها كبير في الحتة دي ساعتها اول 865 واحد يعملوا لي فولو واكاونت مفهوش حاجة مفهوش كم صورة انا وكل ومكونتش منزلوا عليه اي محتوى بجد حافظ الرقم بالظبط انا اليوم ده تليفون هنج لان انا كان معي تليفون اندرويد كده اللي هو التليفون فضل يعمل تيت 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 لا عايز يفتح ولا عايز يقفل ولا عايز يعمل حاجة هو مجرد ان هو نزل ستوري في ناس كدير داخل تعمل فولو وساعتها في ناس كتير ضد معي في الشغل وابتديت ان انا بنزل الكاهرة على يومين اخلص شغل وارجع يومين تلاتة وارجع ابتديت ان هو قال لي لا انت لازم تعمل محتوى وانت اللي انت عملته انا حاولت مع كذا مدرب وكده فانت لازم تبتيت تعمل محتوى عملت اول فيديو لي طريق التدريب الطويلت بطريق جو موسى فعملت طلعت بالكاركتر بتاعه وحاولت ان انا اقلده يعني طبعا اخدت كمية نقده تهزأت جامل جدا لما جيت بركز في الفيديو لقيت انا نجيبت اشتري اديو موسى فبتديت ان انا اشتغل على نفسي اكتر وحاول ان انا اعمل محتوى وقرب من الكاميرا وقول انت بتركزيش وبتديت ان انا احكي المواقف اللي انا بقابلها في البيوت طيب جاء موضوع بقى ان انا ابتدي اعمل يعني استعرفني باشتاجات معينة فكنت اخدتها من شخص يعني عزيز على قلبي جدا فكان دايما لما بيلاقيني قاعد منكسر او متدايق او ان انا في حاجة مدايقاني فاقل له مثلا شد عليه شوية فاقل لي لا اصلا هيزعل فابتديت ان انا اخد الهاشتاج بتاعي اقول لي الناس اللي هو لو حد شاب بيتعامل بالراحة انشفوني شفت اقول بنت جمادي ويقول لي جميت ودلعي بقى للكلاب يا بطاطس فالله يا بطاطس فاقل لي اختي بطاطس فهو الناس خدت الكاركتر ده ابتديت ان هي تضحك عليه مثلا انا ننزل ستوري الكاركتر لكلب مثلا انا شديت عليه شوية فاقمس فانباصس مثلا من شبكة العربية وانا بكلمه وهم بيبصليش فعملت مثلا كتبت على الفيديو مثلا لما تبخرج انت وخطبتك وتتدايق منك فابتديت الناس كلها تعمل شير لهم المخطوبين كلهم يعملوا البعض شير في الموضوع فابتدي الموضوع اتوسع معي ده في ناس كرهتك كتير قوي ايه في ناس حبيتك كتير قوي ايه بس هو الموضوع ابتديت ان انا خلاص بأعمل قلنا فيديو بقى كلبة لو اكلمتوا تانية اوه يعني الموضوع ابتدي ياخد شكل كوميدي وابتديت ان انا حبيت الموضوع لان طلعت فكرة الترينج بشكل جديد ان المدرب ده مش 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 شخص عشوائي مش شخص يخوف مش شخص مبهدل بيتعامل بشكل برفيشنال والكلاب بتحبوا وعلاقتوا بيهم كويسة طب الفئرة عمرية بقى اللي بتتبعك انت اكيد بتبص وتشوف مين اكتر ناس بتتبعك وبتحب بتبعتلك وكده سنهم قد ايه؟ يعني انا محاكي من اول عشر سنين لحد خمسين وستين سنة يعني انا بيوقفوني امهات كبيرة ببقى مبسوط جدا يعني اما فيه واحدة توقفني تقولي انا يا ابني بتفرج عليك وبحبك جدا انت بتغللي مودي انا الموضوع اصبح مش مجرد ترينج الموضوع اصبح ان انا بقى الفيديو بتاعي بيوصل لنوطة ان بيخرجك من بيتها الزري بتقول الحاجة بتشوفي ان فيه كائن حي بيعبر بصوت وشكل وطريقة في اسلوبه معايا في اللاعب والهزار طب انا في الانترو كده قلت ان انت عندك مواهب كتير اوه غنى وطبخ وانضرب كلاب ونعمل انا اصلا خريكسيح وفندي اهه ما شوفتش صديق ليه كابتن ماروان كابتن ماروان اصلا هو كان زميلي في سنة اوه فعادنا مدة كبيرة ما نشوفش بعض بعد مثلا سبع سنين مثلا ما نشوفش بعضه ولا حاجة هو كان بقى بروفيشنال في المزيكا وبيجيتاريست شاطر وبيغني وانا كان عندي الموهبة بتاع تلونة بس ما بعرفش انت استلم الطبقة انت اركب على المزيكا ايه كل الكلام ده كل لما تقبلنا مع بعض كان قريق وقت كورونا وقت كورونا ده كان اكتر وقت انا جال فيه شوكل لان كل من هبه دب ما بيعملش حاجة بيجيب كلب فاجاب كلبي ربيب اه فانا كنت بدرب فانا قلت له طب ايه رأيك نعمل تبادل خبرات انا علمك تدريب الكلاب عشان انت بتقلق شوية وبتخاف وتبقى معي وانت علمني من مزيكا وابتدت ان انا ألعب مع مزيكا لحد ما في يوم من الايام كان معي شغل مع استاذة النداء الخميسي اخت الفنان القاء الخميسي وقابلت استاذة هيسم الخميسي موهندس في الموسيقى التصويرية بتاعت الافلام فقابلني فشاف معي الجتار فقال لي يا ابني انت بتعمل ايه هو انت مدرب ولا 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 بتغني قلت له طب والله ده انا عندي باند اسمه ميدنايت باند وبنطلع حفلاته بتاع لي يعني انت بتغني بتلعب مزيكا حلو قلت له اه قال لي طب سمعني حاجة لعبنا مزيكا قال لي طب حلو قوي ده انا عندي مهرجان لقصور السينمائي بتاع الممثلين قرب تطلع قلت له يالله بين قال لي انا اصلا كنت محتاج شابين طلعت مهرجان لقصور السينمائي الفين وعشرين في لقصور وكان معنا استاذة امي سامير غنم وحسن رداد ومحمود حميدة وغنينا اغنيت كل الالوان مع بعض والحمد للله المهرجان كانت الناس مبسوطة منه جدا كنت حاسس بايه بقى ساعدة خضة يعني انا بقى لعب في بند بقى بقى لعب في كافية بقى لعب في حافلة بقى لعب في مناسبة المنظر وعدد الجمهور هنا انا قاعد قدامي ممثلين بتسمعني وكان قلطف بقى حاجة حصلت بقى في حياتي انه انا نازل من المسرح واستاذ امي نادت علي قالتلي ان هي بتفرج علي يونة رابية ايه اه هي كمان بتحب الحيوانات جدا ايه بتحب الكلاب فالتلي همي سر سياد فالتلي الله ايه قلطي ايه قلطي لي فالتني ايه انا بتفرج عليك جدا انا عادة اقول لحسن من بدري ان انت بتاعك كلاب الميطلع في كاتوا كنت مبسوط جداً يعني كانت كن أن أنا طلع في حاجة مختلفة وأنناس عرفتني كشكلاً وخفزتني فكان بالنسبة لي الموضوع مختلف وأنا ببقى مبسوط أن أي عميل بيشتغل معي بيلتزم وبيطلع نتيجة لأن أنا بالنسبة لي العميل بيشتغل معي بيشتغل معي بيشغل بيخلص هو سومعة بتكمل من موسط موسطل هو بيبتجي أن حدي يبلغ حدي يقول لحدي أن أنا طلعت نتيجة هل ترى أكثر المشاكل المنتشرة التي يتعرض لها أكثر من حد في تدريب الكلاب؟ المشاكل التي يتعرض لها من عدم السيطرة هناك أشخاص كثيرة يتربي وتتعامل وتتعرض الكلب وهو ليس مسيطر على كلبه ممكن أن أقذ كلب معي أنا يعني أنا أستطيع أن أتعرض له ممكن أن أكون ماشي في مكان وإن أحد يتعرض معي كلب روتويلر كبير وكلب يجره لا، ليس الصح أن كلب يجره أنت ليس عربية يعني أنت ليس عربية وهو هاسكي فالمفروض أنه أنت في الجلد بيجره لا، الكلب المفروض يبقى ماشي جنب رجلك مالوش دعوه بكلب، مالوش دعوه بقطة ما يهجمش على أي حاجة بتجري قدامه تبقى نفاهمه يعني إيه سابقا تنفعلي التدريب مش سيت وداون وستي وأردارات التدريب أن أنا أكون متحكم في الكلب بتاعي مجرد أن أنت اسمه أنه يبصلي ما بقولكش أن أنت تخليه روبوت بس على الأقل تكون حامي الناس اللي حواليك ماشي الكلب بتاعك يجري ويشد وإن أنت تقعد تعتذر وتتأسف أو تقول عادي عادي لا، أنت ممكن تضر كلبي أنت ممكن تتأذيني مش معنى أن أنا مدرب زي الحادثة اللي حصلت من فترة كبيرة في موضوع الكلب فيه حوادث كثير بس عايزة أعرف مثلا لو هتقول لي أنواع كلاب أنا لو مثلا مشي في الشارع وشوفت حد ماسك نوع الكلب ده أو مثلا أنا لو حب أن أنا أبتدي أبقى عندي كلب أبعد عن الأنواع دي علشان أنواع دي تبقى خطر شوية فدي أنواع نستبعدها غير لو كنا إحنا بقلنا كتير بنربي كلاب ده سؤال حلوى أول حاجة أنا عايزة أقول معلومة ما فيش حاجة اسمها نوع كلاب بشخصيات معينة يعني إحنا كمصرين كل المصرين أحسن حاجة في الدنيا كل الأجانب أوحش حاجة في الدنيا لا، فيه مننا شخصيات فيه مننا الجدع هي شخصيات الأنواع نفس القصة يعني الموضوع هي نفس الطريقة ستجد كلب كنجال توركي مصنف من أنواع الكلاب الأخطر أنواع في العالم ولو سمع صوت لك لك بتعطفله ستجده رح جي نعم على جنبه وقعد يترعش وخايف زي فكرة الهوسكي شكله مرعب بس هو من قطيب الكلاب لا، برضو مش شرط أنا عندي كلب اسمه زعتر كان عامل مصيبة فهو قطيب هذا هوسكي ده بحسه منظر بس هو في الآخر كان رهيب يعني كلب صاري عبيض لا يوجد نقطة نعم على جنب نحن بنعمل اختبار للشخصية ممكن نجيب كلب هسكي يبقى كلب بداية كلب جيرمان ممكن نجيب كلب روتويلر ويبقى وطف نفسه يعني أنا فيه كلب مشهون عندي على صفحه اسمه فيتو ده أنا بخلي الاطفال تركب على ظهره وما بعمش أي حاجة وفي نفس الوقت هدي له أوردور يبتدي ان هو يعرف يعمل ويعرف ان هو يدافع وفي نفس الكلام عندي كلب اسمه مصنف من كلب الحراسة وكلام ده كله بس بضربه من هو صغير على حسب ما هتربي الكلب على حسب ما هتعويديه على حسب ما هتنقي الشخصية سأجيب كلب شارس وهو شخصيته ممكن نجيب كلب مينفشر الحراسة ممكن نجيب كلب معروف عن نوعه شارس هقول لك على حاجة أبسط مثلا يوتيوب لما بيجي يعمل تعريف عشر كلب في العالم هتجد يقول لك معروف عن النوع ده ان غريزه واحد ننتعي الأغهنة الأغلبية في كتير منه كده لكن مش كله اوكي يعني ما فيش كلب معين اقول لا ده خد بلك منه ده مش هو ده اللي تربيه وعلى حسب الشخصية وانا ممكن اغير شخصية الكلب ولا بالطريقة اللي انت قلت عليها ان احنا بنعمله اختبارات يفضل ان انا جيب شخصية الكلب اللي هتنسبني للشغل ده يعني مش اي كلب ينفع كلب بحث عن مفرقعاته وان هو يخش الجيش وان هو يبتدي ان هو يعني ماينفعش اجيب كلب هيبقى انها بيعمل مثلا بحث عن مفرقعاته فيسمع صوت كنبلة فيطلع اجري او ابقى جايب كلب في لوكيشن تصوير لان ده ابتدى مثلا يطلب مني فاستند وقع فالكلب يسيبني ويطلع اجري هو يصور مشهد وانا هبقى واقف وورا الكاميرا فمش هينفع انه هو يعمل ده فلازم كلب يكون هادي من الصغر ويعرف يتكيف وكلب متفاعل مجبش كلب عنده مشكلة جينية ان هو جينية المولود بيخاف وابتدي ان انا روح جاي يطلع يجري وفي فيديوهات انا عملها الموضوع اختبار كامبل واختبار فول هارد موجود زياد انت نورتنا ودايما كده ربنا يوفق في كل الحاجات اللي انت بتعملها سواء بقى الطبخ والغنى والتدريب وكل الحاجات اللي انت بتعملها دي والفيديوهات طبعا ودايما مكمل وناجح وشاطر نورتنا النهاردة في عيش سعيد شكرا بيك اتمنى تكونوا استمتعتوا النهاردة في حلقاتنا واخدتوا معلومات كده قيمة عن كل الحاجات اللي انتوا كنتوا حابين تسمعوها هنشوفكو في حلقات تانية كتير من عيش سعيد باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة